بين شجيرات الورد تطوف العاملات باحثات عن الأزهار التي حان وقت قطافها هذا هو موسم الورد الجوري في الشمال السوري بدأ ينشر عطره ويقدم أوراقه لصناعة المربى والشراب منه نشتغل فيها الورد من وقت اللي من نعمله أقلام لوقت اللي 3-4 شهر منحوشه ومستمرين عند هذه الزلم نحن نحوش كلها تختصاصنا ورد منحوش ومن ألمه ومنزرعه ومنحوشه لا نهايته يعني ما نشتغل غير الورد اختصاصنا ورد يعني من أول السنة لأخر السنة بستان الورد هذا يملكه السيد طلال حيث مضى على زراعته قرابة خمسة أشهر أزهر البستان وحان وقت قطافه سبق هذا الوقت عملية طويلة من الزراعة والرعاية بدقة وعناية فائقة للوصول إلى محصول ناجح كما هو الحال في هذا البستان تعتمد زراعة الورد على الريب التنقيط وتحتاج أسمية عضوية تبدأ زراعة الورد تقريبا بشتاء يعني كانون أول كانون تاني بالنسبة لإنتاج الورد يبدأ القطاف حوالي منتصف نيسان عشرين نيسان يبدأ طبعا نستفيد منه بعدة فوائد منها للمربيات زهورات عطورات يستخرج منه مواد تجميل يجمع العاملون المحصول بعد قطافه ويعبأ في أكياس خاصة تمهيدا لتسويقه وبيعه للتجار الذين بدورهم يجففون أوراقه بتعريضها للشمس قبل تغليفه وبيعه هذه الزراعة والتجارة تحمل من الرقة الكثير كما تحمل من المردود المادي الجيد للعاملين بها